التقى رئيس الوزراء بشير الخصاوني نواب محافظة معان ودائرة بدو الجنوب عقب جلسة نيابية مغلقة قطعها نواب الجنوب السبعة نواب قالوا إن الجلسة التي حجبت عن الإعلام تطرقت إلى مسألة إضراب الشاحنات وأحداث محافظة معان الأخيرة حيث استشهد أربعة من رجال الأمن العام السنة الجديدة إن شاء الله سيكون في زيارة لدولة الرئيس الوزراء وفريق من الوزراء وتحدثنا بالأمور كاملة يعني منها رفع المحروقات وطبعا مع رفع المحروقات ومو بس على أصحاب السيارات ورفع المحروقات الظر في المواطن قبل أصحاب الشاحنات تحدثنا عن مشاريع استثمارية لمحافظة معان إيجاد مشاريع استثمارية وإعطاء تشجيع خاص للمستثمرين في المنطقة التنموية الخاصة في معان الناحية الثانية هي إيجاد فرص عمل ولو كانت بسيطة في الشركات العاملية كشركة الفوسفات